السلام عليكم الهالات السودة اللي بتظهر تحت العين من اكتر المشاكل اللي بتواجه مجموعة كبيرة من الناس وخصوصا النساء ودايما بيحاولوا انهم يتخلصوا منها وده لان منطقة العين من اهم المناطق في الوجه وبعض الناس بيعتبروها مؤشر لحالة الانسان هل هو مستريح وسعيد ولا مرهق ومكتئب وعلشان كده الشخص اللي عنده مشكلة في المنطقة دي بيكون متدايق وعايز يخفيها بأي طريقة والهالات السودة بتكون عبارة عن تراكم مادة اسمها الميلانين في الجلد اللي تحت او حوالين العين والمادة دي هي اللي مسؤولة عن اعطاء الجلد اللون او السبغة بتاعته وكل ما زادت مادة الميلانين كل ما كان الجلد غامق اكتر والمادة دي بتتراكم تحت العين لعدة اسباب اشهرها الوراثة هتلاحظ ان الاب والام بيعانوا برضو من نفس المشكلة وممكن تكون الهالات السودة مكتسبة بسبب مثلا الارهاق او الصهر لفترات طويلة او في مرضى الاكتئاب كل دي حالات ممكن تسبب ظهور الهالات السودة تحت العين والعلاج عندنا بيكون عبارة عن 3 مستويات او 3 مراحل رقم واحد وهو العلاج بالكريمات اللي بتقلل تراكم مادة الميلانين واحسن نوعين كريم لعلاج الهالات السودة هيظهروا دلوقت على الشاشة والشخص بيستمر عليهم لمدة 3 شهور متواصلة لكن لو كانت الهالات السودة بسبب الوراثة فالشخص هيستمر عليهم مدى الحياة وده لانك لو وقفتهم الهالات السودة هترجع مرة تانية تاني طريقة وهي باستخدام الليزر وده علشان نزيل الطبقة الخارجية من الجلد وبالتالي لون الجلد بيتحسن تالت طريقة وهي باستخدام حقن البلازمة وده تعتبر من احسن التقنيات لعلاج الهالات السودة وده لان البلازمة بتكون ممتلئة بالفيتامينات وبمادة الكولوجين ترجمة نانسي قنقر